قررت دولة كاكين أن تشد الرحال إلى القارة المظلمة وتستوطنها ولكي تفعل ذلك ضموا إليهم ابن إسحاق نيتيرو بيوند نيتيرو بيوند شخص ذهب إلى القارة المظلمة بالفعل ولكونه صياد حمل على عاتقه الذهاب إلى هناك بعدما كان والده رافداً لذهابه لكن بعد موت نيتيرو مباشرة خرج مالك كاكين للإعلان عن رحلة القارة المظلمة كأنه كان ينتظر فقط موت نيتيرو لكن هدف بيوند هو فقط القارة المظلمة وكان يخطط لهذه الرحلة منذ سنين ووجد مملكة تساعده في رحلته هذه وهي كاكين بينما كاكين في رحلته نحو القارة بدأت حرباً للخلافة الشيء الذي طبعاً بيوند ليس له أي دخل فيه لحظة لحظة لنعد ذلك بعد أن ذهب بيوند إلى القارة المظلمة انبهر بهول هذه القارة لكنه خسر ضد هذا المكان فعاد إلى العالم الصغير وبدأ بمخططه الكبير فقبل ثلاثين سنة اختار بيوند مملكة صاعدة أصبحت معروفة بقوتها الراسخة وحولها من تراكيا إلى ديمقراطية برلمانية ليس هذا فقط بيوند نيتيرو زج أولاداً له في جنود هذه الدولة أولاد بيوند هؤلاء موجودون حالياً في جيش كاكين وحراس الأمراء جيش كامل متحكم فيه من طرف بيوند لاستخدام لعنات قوية لم نرها من قبل وكله في سبيل القارة المظلمة هذا الفصل قلب القصة رأساً على عقب فبيوند لم يكن هدفه القارة فقط لكن المصيبة لم تنزعي بعد فواحد من أمراء كاكين هو ابن لبيوند نيتيرو وحفيد آيزاك نيتيرو فمن يكون وهل نصب علاقة؟ وما هدف بيوند الحقيقي؟ هذا الغلاف كان تلميحاً صريح لتقاشي عن بيوند وقبضته في صيد المحرم قبضته التي تلمح لتحكمه في كل شيء الفصل 401 كشف الكثير من الحقائق ووضع أسئلة أكثر من أي شيء تخيلنا إنما توقعنا أن استكشاف القارة المظلمة كان غير مرتبط بالخلافة اتضح أن بيوند هو الركن الأساسي في هذه الحرب والقارة المظلمة هي الهدف الأكبر فلنبدأ مباشرة بتحليل الفصل ومناقشة نظريات عنه بيوند نيتيرو فاجأنا بظهوره بعد موت والده فور موته بدأت كاكين بالإعلان عن رحلة القارة المظلمة بصحبة بيوند تذكر سريعاً أن نيتيرو كان يكبح جماح ابنه ومنعه من زيارة القارة المظلمة مجدداً بعد أن زارها هو بسلك طريق غير مستكشفة وجلب كارثة للعالم الصغير فقبل خمسين سنة تم تعيين بيوند من الفي فايف لرحلة سرية إلى القارة وعطوه كل المساعدة التي يحتاجها للحصول على نبتة ميتاليون ومع ذلك عاد خائباً وجلب معه وباء الزوباي بعدها تقريباً بعشرين سنة بدأ بيوند خطته لبناء جيش من أولاده ودسه في كاكين وليس هذا فقط فالكل واحد من هؤلاء تم لعنهم بلعنة قوية لم نراها من قبل تقول لونغي ابنة بيوند أنه كان يالد أولاداً ويجندهم في الأكاديمية العسكرية الملكية وهذا كان يحصل كلما ولد أمير جديد لكاكين كل هذا ليجهزهم لما هو أكبر فأغلب أبنائه هؤلاء أصبحوا حراس الأمراء وكلهم استيقظ فيه من نين منذ الولادة لكن واضح أن بيوند يريد فقط مساندة الملك القادم صح؟ لا 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 لونغي حسبت أن هذه الخطة لكن حينما بدأت حرب الخلافة ورحلة القارة بدأ كل شيء بالانكشاف وملاحظة لونغي وأختها مكها الوحيدتان التي اكتشفت هذا من بين إخوتهم على حسب ما نعرف كل هؤلاء أولدوا بن نين وتربوا كجنود لخدمة كاكين منذ نعومة أظافرهم لهذا لم يشكوا في الأمر لأنه بالفعل هدف ناس بي والأمير الأول بن يومين لكن يتصدح أنه أيضا حلم بيوند ما فعله بيوند شنيع جدا فهو لم يلد فقط هؤلاء ويجندهم لكن وضع عليهم لعنة وهذه اللعنة هي السبب في ولادتهم بالنين اللعنات ليس شيء جديد في هاندر مثال لعنة حصلت سابقا كانت حينما وضع كرابيكا قيده على كرولو ولم يستطع أن يستخدم النين إلا إذا وجد مطاهرا للنين لكن هذه اللعنة لم يستطع أي أحد تطهيرها البيوند هو من لعنهم أو أنه جاء بقدرة شخص آخر أو من مكان آخر لكن هناك شيء مهم جدا اللعنة هذه لم تظهر عليهم إلا حينما بدأت مراسيم الجرة يعني أنهم متعلقين بطريقة أو بأخرى بالمراسيم مثل الأمراء هذه اللعنة مثل لعنات حراس كاميلا فهي عبارة عن نين شرير يتفاعل بعد الموت تقاشي ركز كثيرا في هذا الأرك على النين بعد الموت أنصحكم بوقتع هذا شرحت فيه الموضوع أكثر الفرق هو أن لعنات حراس كاميلا تتفاعل بعد قتلهم لنفسهم أو الانتحار لكن يمكن قتلهم بسهولة بدون تفعيل لعناتهم لكن لعنات بيوند بدأت منذ ولادتهم ولا يمكن تطهيرها ولا قتلهم لعنتهم ستتفاعل في حالة موتهم والنين بعد الموت يعني أن نينهم سيصبح أقوى وسيرافق الضحية إلى أن يقتلها وهناك تقريبا عشرين ولد لبيوند لكن الغريب أن هذه اللعنات غير معروف قدراتها ولا من تستهدف لكنها بالتأكيد ستلعن الهدف وتقتله تخيل أن تضع في أولادك اللعنات تعرف أنها ستقتلهم وتقتل غيرهم ولا تخبرهم حتى بيوند حرفيا فاقة توقعاتي هنا تضيف لونجي شيء أكبر هي قالت أن أمها البيولوجية وأبوها المتبني كانوا هادئين حينما تم إقصاؤها من الحرس الملكي وحتى أختها لم تنضم للأمير الثاني ومع ذلك اختارها بيوند يعني أن بيوند لا يهتم لوجودهم بقرب الأمراء بالضرورة ويعني أن اللعنة ممكن تشتغل حتى وهي بعيدة تماما مثل قدرات الأغلبية الصامتة أو مثل لعنة فوجيتو التي ظهرت من العدم عرفيا سنوات ونحن نحاول معرفة من وراء هذه اللعنات وفي الأخير يأتي بخيار لم نتخيله أبدا لكن مع ذلك هذه اللعنات بالتأكيد ستساتف الأمراء ومدام أبناؤه لا يعرفون بهذا الموضوع فيعني أن بيوند عندهم يفتح تفعيل هذه اللعنات متى ما أراد يعني يستخدم أولاده مثل قنابل موقوطة يفجرها متى ما أراد أو أنه ينتظر حتى تصبح اللعنات أقوى بكثير وينتظر فرصة تتويج الأمير الجديد فطبعا بيوند سيستفيد من تتويج أمير جديد والسمرارية حكم كاكين وممكن أنه سيخبر واحد من الأمراء عن القنابل الموقوطة لكي يساعده على الفوز لا طبعا بيوند لا يعتمد على فوز واحد من الأمراء ويساعدهم لأن الأمير يبقى ابن ناصبي فممكن يسحب على بيوند حينما يصبح الملك وبيوند لن يعذب نفسه لسواد عيون ابن الملك صح؟ لكن ماذا إن كان واحد من هؤلاء الأمراء هو ابن بيوند البيولوجي يعني لم يكتفي بدس أبنائه في الجيش والحراس لكن أيضا في الخلافة حسنا لما يفعل بيوند كل هذا؟ بيوند أناني وخبيث وجشع لدرجة أنه استخدم أبنائه من لحمه ودمه للوصول إلى هدفه هنا سأبدأ بعرض نظرياتي أولا ما هو هدف بيوند نيترو أكد أن بيوند صياد حقيقي فحينما كان نيترو يبحث عن شخص قوي ليقاتله كان بيوند يبحث عن المغامرة وجوهر الصيد هو كشف المجهول وحتى نيترو كان يستمتع بوجود بارستون الذي يعرف أنه خطر على الجميع ومع ذلك أبقاه معاه فبيوند نفس الشيء سيذهب إلى أقصى الحدود فقط لكي يصل إلى ما يريد ولكي يستمتع بيوند حينما فشلت باتته للقارة قبل خمسين سنة بدأ مخططه في بناء مملكة لما أقول بناء كاكين فهو ما فعله بكاكين قبل ثلاثين سنة لكن لماذا كاكين؟ لأن وقتها تم عقد معاهدة على عدم الذهاب إلى القارة المظلمة من الفي فايف ولكون كاكين دولة جديدة فوختار كاكين لأنها لم تمضي المعاهدة وممكن أن له علاقة بالمراسيم حتى شيء طبيعي على شخص عبرين ولعنات وأيضا هو عرف أن الفي فايف وقعت معاهدة لعدم الذهاب إلى القارة أبدا ومنعت الكل من الوصول إليها لكن حينما جاءت كاكين بفكرة الرحلة الحال الوحيد الذي كان عند الفي فايف هي ضم كاكين إليهم وتصبح الفي سيكس والذهاب معهم هذا بينضي اختار كاكين لأنها لم توقع المعاهدة وعادة إذا اكتشف شخص شيئا في القارة فسيتم السلاء عليه من طرف الفي فايف إن هذه المرة سيقسمون كل الموارد على الممالك الستة أو الفي سيكس من ضمنها كاكين أي بيوند سيأخذ الموارد من القارة لنفسه ولإبنه الملك المستقبلي لكنه لم يكتفي بهذا فقط لأن ما كان يكبح بيوند هو وجود والده ناتيرو فخطة كاكين لم تكن كافية من قبل خمس سنوات من الأحداث الحالية كاكين وظفت كايتو بعقد لثلاث سنوات بدء بحث بي إيه ولتوثيق مخلوقات مجهولة وتقريبا في نهاية عقدهم وقبل لقائه بيغون وكيلوا في أرك النمل وجد كايتو بقايا من جسد ملكة نمل الكاميرا لماذا أذكر هذا؟ الصدفة الأولى هو أن كاكين أو بيوند بالأحرى هو من بدأ البحث وفي نظرية قديمة سبق تكلمت عنها تتحدث عن أن بارستون وبيوند كان متحالفين لقتل ناتيرو عرفنا في الانتخابات أن بارستون كان يتآمر على ناتيرو ولم يرسل مساعدين له في حربه مع النمل وهدف بيوند طبعا هو التخلص من أبيه أنه مباشر بعد ذلك بدأ رحلة القارة وعلا بيوند ولا بارستون توقعوا أن النمل سيتكاثر ويأتي بمرويم لكن في كتا الحالتين النتيجة كانت واضحة أضاء على ناتيرو ونجحوا في ذلك تبقى هذه نظرية لكنها أصبحت منطقية أكثر لتوافق الفترات الزمنية ولما لا فبيوند وكاكين مرتبطين منذ أرك النمل وبالحديث عن الوقت الأمين المتوقع أنه ابن ناتيرو يا أنه ولد قبل 30 سنة يعني سيكون واحد من الأمراء الكبار أو أنه ولد في بداية تخطيطه لرحلة القارة وسأذكر من أكثر أمراء شاك فيهم ولماذا؟ شروط الانضمام لحرب الخلافة تم ذكرها سابقا في الفصول العشر الأولى يجب أن يكون ابن الملك أو ابنته من زوجاته الشرعية لم يذكر أنه بالضرورة ابن ناسبي ومؤمن أنه سيصبح الملك القادم وهذا ما ذكرته أويتو وأيضا يجب أن يحضر افتاحية المراسيم وأهم شيء أن يستخدم دماءه ويثبت نسبه للجرة طبعا هذه مشكلة لابن بيوند لكن سأعود إليها لاحقا وهذه شروط مهمة للحصول على وحوش النين معلومات لي عندنا عن هذا الأمير أولا هذا الأمير سيولد بالنين لكان ملعون مثل أبناء بيوند الآخرين ولهذا الأثنين اللي أفكر فيهم الأمير الثاني كاميلا تستخدم النين وقدرتهم تعلق بالنين بعد الموت هي الوحيدة التي ليس مع أي حارس من أبناء نترو والراسوة أيضا لهم لعنات أهم شيء وأن آخر مع فعلته الأميرة هو الهجوم الغبي على أخيها بينجامين ماذا إن كانت هذه هي خطتها للعن أخوها وأخيرا كلامها المبهم مع أبيها عن أنه لا يقبل الانسحاب إذا لم تكن الوفاة طبيعية وعمرها أظن في الثلاثين أو أكبر وغير ذلك أمها عندها أربعة أولاد من الملك كاميلا الوحيدة التي تتحكم في أمها وثاني أمير هي الأربعة عشر وابل وابل هو أقل شخص أتمنى أنه ابنة بيوند يعني كفاية على كرابكا لكن وجب الذكر أن وابل أظهرت هالة مرعبة حس بها كرابكا قلنا سابقا أنها هالة الوحش ماذا إن كانت اللعنة التي تستفعل في ولادتهم وممكن لأنها الأصغر فسهل التحكم فيها من طرف بيوند لكن بيوند ليس بضرورة أن يعتمد على ابنه فيمكنه التحكم به بالنين بكل سهولة والمشكلة الآن هذا يعني أن الملكة أويتو تكذب قالت سابقا أن الملك كان مفتون بها لكن ممكن أن بيوند هو الذي خطط للقائهما خصوصا أنها جاءت من خلفية فقيرة مع ذلك أنا أرجح أمير كبير في السن ولهذا إذا كان الأمير لم يتم لعنه مثل الآخرين لأنهم بياضق ولا يستخدم النين فهنا أرجح الأمير الرابع غير الشبه بينه وبين نيتيرو تريدني شعب قري وموهوب في النين وهذا الشبل سيكون من ذلك الأسد المشكلة إذا تكاشي اختار هذا الأمير سيكون لا يقهر السابق الأول لأنه تم استبعاده من لونغي ولأنه يشارك حلم أبيه ناسوبي أرجح الثالث أيضا فقط بسبب هذا الفريم لكن ماذا عن الجرى والدم؟ هل ممكن أن الدم لا يهم وأهم شيء هو إرادة الأمير؟ وهنا يبقى السؤال الأهم هل ناسوبي يعرف بخطط بيوند؟ هل ملك سيقبل لابن غير بيولوجي أن يعتلي العرش بينما هو منع ابنته البيولوجية مورينا فقط لأنها غير شرعية؟ يعني اسم كاكن أهم من دم كاكن؟ ناسوبي وضح أن أهم شيء عنده هو الشعب ودولة كاكن السؤال الوحيد هو من سيحمل على عاتقه هذا العب حتى وإن كان ابنه الحقيقي؟ ممكن أنه بالفعل متحالف مع بيوند وترك له المجال لدس ابني في الخلافة لأن كل ما يهمه هو قوة هذا الملك الفائز فماذا إن كان أبناء ناسوبي ليسوا أقوياء كفاية؟ سيركز ناسوبي على ضمان حصول كاكن على الحاكم الأقوى والأكثر كفاءة حتى لو لم يكن هذا الحاكم ابنه البيولوجي أو أنا ناسوبي مغلوب على أمر مضحك عليه وممكن ولا واحد ابنه يعني أي شيء ممكن من كل هذا نعرف أن في أبناء كثر لبيوند موجودين في الحراس ممكن يكون بابيمانيا خصوصا أن سكوته كان غريب لكن خلوني أهبط هنا ماذا إن كان بيوند نيترو؟ كاكن أيضا لا أعرف لكن منطقيا الجرس تقبل دماء كاكن فقط ممكن أن زوجة نيترو كانت من كاكن خصوصا أن لباس بيوند يشبه لباس الصينيين أو ممكن أن أم الأمير من العائلة الملكية أيضا وهدف نيترو الأكبر هو الصيد الصيد مهما كلف الأمر هو يريد استوطان القارة مظلمة يفعل أي شيء لذلك حتى إن كان استغلال أولاده بينما ناسوبي فهو يريد توحيد العالم تحت كاكن واستمراريتها لكنه أيضا يريد أن يصبح بطل تاريخي وهذا كان اتفاقه مع بيوند اجعلني بطلا واخذ كاكن المهم أنك ستحفظ شعبها بملك قوي يحميها حتى وإن لم يكن ابني حسنا طولت عليكم لكن صدقوني هذا الأرك غير كل شيء حسبنا أن مورينو تسيردني شو هو الأخطر للا بيوند هو أخطر منهم وشيطان لكن متوقع من ابن ندرو فهو أيضا كان أنني لمصالحه وقال لا تستخف بالعرق البشري يا ميروين آخر شيء مهم في هذا الفصل هو موافقة كرابك على عقده مع الأمير الخامس قدرة لونجي تجعلها تقرد قدرتها بأي شخص صمد معه العق فمثلا ستعطي كرابك قوة أكثر أو قدرة مميزة لا نعرفها بعد فيكون هناك معاهدة سلام بين الأمير الخامس والأمير الأربعة عشر لا عرف لماذا لونجي تكذب على الأمير الخامس وما زالت تهتم لها لكن بالمقابل هناك شروط يجب على كرابك أن يجد ابن بيوند بين الأمراء قبل إقصاء الأمير الخامس وقبل بقاء أميرين اثنين فقط وهذا العقص يستمر إلى المأدوبة التالية التي ستأتي بعد خمسة أيام إذا كرابك لم يستوفي الشرط العقوبة ستكون أسبوع كامل من الزيت الإجباري يعني أنه بدون دفاع وسيمد وكون بيوند له ابن هو توقف فقط من لونجي لكن مستحيل يذكره توقاشي إذا لم يكن حقا صحيح وإذا الأمير الخامس سريد إيقاف هذه المعاهدة لونجي مستعدة تستمر في عقدها مع كرابكا كله لأجل إيجاد ابن بيوند وأيضا هي مستعدة لقتل كل إخوتها لأنها حقا حاقدة على ما فعله بيوند بهم وخصوصا أنه لم يصارحهم بشيء في نهاية الفصل يظهر بيوند نتيرو بنفسه وبلقاء شخص ما وناصبي أحد من الأمراء أو أحد من الحرات ولا ننسى أن الجمعية ستكون حاضرة في هذا اللقاء الأسبوع القادم سيكون لقاء سن رجزو بالأمراء تابعوا انطبعين مباشر للفصل في تويتش وملخصات الماركة وراكم الأسبوع القادم جاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة